السلام عليكم اليوم سوف نقوم بقريوش فابيون أو قريوش الفراشة لهذه القريوش نستعمل نفس عجينة قريوش المروحة نزلته قبل هنا انا وجدت لبات و خليتها بات ليلة كاملة في الفريجيدار قبل ما نستعملها بساعة نحتاج بيض و نحتاج قطعها كما هذي الحجم كبير و نحتاج انشاء دلي انشاء لا تقوم بفريجة نبدأ و نهتم سنقسم نجينة على زوج رشي انشاء نقوم بقريوش و نحلوه رقيق خلاص نقوم بفريجة و نحتاج نقوم بفريجة نحلوه نقوم بفريجة نطبقه العجين على ثلاثة ونحلوه نحليه نحليه ترقيقه مليح ونعود نفس الخطوات نطبقه على زوج ثلاثة نكمله نكمله نحلوه 20 ثانا يجب نحلوه نحلوه منيح نجيب هذه القاطعة نقص نقص بعد شكليهم هناك شكل فراشات تقص تحكمي تحكمي الشكل هذا البائري وتلميه في الوسط totalement شكلك البابيون نشكل هذه البيض انظر كهذا هذا المشيطة على العجين نقصه 10 طاقه و نضيفه و نضيفه و البيض لسقه و نضيفه الزيت على هذا بعد الكملت شكلتهم كامل نضيفه الزيت لذلك نضيفه و نقصه مليه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه قريبه التعليم قريبه التعليم و نضيفه هذا الوضع و ننصر فئه فحصيته و كانت معتادة و جاهز للتقديم هذه الحلوة نحبها كامل و في شهر رمضان الكريم لروع الأبواب بعد أسبوع و إن شاء الله و يوصلنا و يصلنا كامل و يوصلنا مع أحبابنا و يقبل منا ربي و إن شاء الله تعجبكم اللغو الزيت و تنجح لكم و نقولكم صحة رمضانكم مسبقاً ترجمة نانسي قنقر